سيد محمد علي غريب محامي شركة سيفاكس إيرلاينز شكرا لك على قابل الدعوة ومرحبا بك شكرا لكم توم على استضافة عاصم محمد علي نبدأ من البداية اليوم سيموحمد فريخة الرئيس المدير العام لسيفاكس إيرلاينز شنو الشبهات اللي يضدوا؟ شنو اللوموا عليه؟ شنو يلوم عليه القضاء؟ توا منزلنا في تور البحث ما فاماش منزلت ما تواجهت لهش تهم ولكن الشبهات هي أنه وقع استعمال شركة الطيران المدنية سيفاكس لتسفير عناصر متشددة للمشاركة في الجهاد في دولة سوريا هذا قانونيا قضائيا كيف يتم التعامل معه؟ ديار سؤال ولاني وسهل هل المحامي يكون عنده اطلاع تم على الملف القضائي؟ هو نعود لك مرة أخرى هو الملف الآن ما زال ما هوش ملف قضائي ولكن المحامي يحضر الاستنتاق متاع منوبه الحاريفه حضوره جوعلة في القانون لمراقبة الإجراءات لتفادي أي ضغط من أي نوع يمكن أن يسلط عليه في بعض الأحيان المحامي يدخل يطلب تدوين بعض الملاحظات وباحث البداية يتولى تدوينها وتوصل في المحظر الوكيل الجمهورية مدامنة وموثقة ويعرف موقف الدفاع إلى حد الآن إذن كيف يحكم المحامي على وضعيات استنتاق منوبه؟ وضعيات الاستنتاق منوبه عادية عادية؟ بقاء الضغط اللي تتعرض له وتسبب له في مشاكل صحية على غاية من الخطورة وجدية تطلب التدخل الجراحي البارح ويمكن زدى تدخل الجراحي في الأسبوع المقبل بشيحة طوله ستانت لأنه تبين اللي تعرضي لما يسمى باللغة العلمية المناس كاردياك وتبين اللي عنده لكن هذا من الضغط عادي هذا الضغط العادي اللي يتعرض له مش ضغط لا لأس الضغط متع إنسان تتوجه له لا أقول تهمه لكن شبهات بهذه الخطورة لكن فانت سؤالي أنت معناها ما هوش ضغط اللي جاي من عند أجهز الدولة لا 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 بشكله مروحة أبيدونك اليوم ربيش فيها سي محمد هالشبهات هذه اللي يقول شبهات مثلا يقول الدولة وإلا القضاء شايف أنه فما أبورتونيتي اعتبر أنه فما شبهات إلى أي مدات عند تبروها أنتو مجدية اليوم والله أنا ما نحبش أن الرد متاعي يكون رد كلاسيكي متاعه يقول لك رأي شبهات هذه سخيفة ولا تافة ولكن مع الأسف اللي لقناه واللي شوفناه ما يبعدش برشة على تفاهة بكثير معناتها الشهادات من عند أشخاص مجهولي الهوية القانون متاع الإرهاب يقول الشهادات هذه تقول تقول معناتها تطلعوا في السيارات ناس ملتحين فما دعاء السفر فما يقولون ما تعملوش مكياج اللي هو شي غالط يقولون لبسوا سرويل مجوب صحيح ولكن كان هذك في السفرات متاع العمرة دعاء السفر موجود في كل الشركة الطيران المدني هذه حبينا لا يرتقي إلى حدود تسفير بالنسبة لكم هذا هو تسفير شوف يفترض أنه فما علاقة قانونيا هي علاقة وفاق إجرامي على رأسه شخص معين ولا هيئة معينة بش يقع استعمال شركة المدنية هذه بش ينهزوا أشخاص مجموعة من الأشخاص وليس الشخص والأزوز وبعلم منها بش ينهزوهم وبش يتعداوا السيركويت الأمني لكل وبش يخلطوا للتوركة ومن توركة بش يمشيوا لسوريا وهذا كله معناه يكون مخطط له هذه الأثر له في الملف التقيقات العليومة سي محمد علي فما مشكلة الأولية خلينا نحكيه فيه للمستمعين المستمعين عندهم انتباع أنه بعض المواطنين يعتبروا نفسهم فوق شبهات وعليش تعايت لي ما تعايت ليش أخوي بنا حق عندك شبهة عليه هذا اليوم زيدا يلزم عليه إجابة سي محمد علي وأنه البعض يعتبر يقولك نخلطوا من بعض للواجهة والموقع السياسي والموقع المواضيع متداخلة لكن نقعدوا في حقيقة الملف اللي أمامنا سيفاكس إيرلاينز محمد فريخ فما اليوم اللي يتليم شوية أنه يقولك خويا بخويا لماذا تريد ماشي الأعلام فما شبهات على الشخصية وطنية تمشي الشخصية تقوم بدورها تتكلم أمام القضاء يتم تبرأتها إذا كان هو باري وإذا كان ما عنده حتى مشكل مع هذا يروح على روحته وفي كل شيء عندك ألف حق الخروج للأعلام الذي برره هو ما تم تداوله في الأعلام من اتهامات لهذا الشخص لأنه لو لو فرضنا أنه الأعلام ما تدخلش ما كناش نخرجه للأعلام ولكن بلاي نحب نرجع هنا النقطة سيلياس تفضل الأعلام في دوره كذلك نعم هذا في صميم دور الأعلام أنه يحكي على قضية بالغالط ولا بالصحيح هذا كموضوع أخر بريب دو فريتي توت لا فريتي لمؤتي دو فريتي توت لا فريتي حتى 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 لقد أخذوا لنبعد لخطر لا فريتي لا فريتي لا فريتي هذا موضوع أخر أنا أجزين الحقيقة وكل واحد فينا أنا قبل كل شيء أنا مواطن لذلك أنا أعتقد أن الأعلام في دوره وقام بدوره وكذلك الأعلام وحضوري اليوم معاك يدل كذلك على أن الأعلام قايم بدوره ولذلك خروجنا للأعلام ليس للقول بأن محمد فريخ هو فوق القانون على رأسه وريش إطلاقا ليه فقط للرد على ما تم تداوله في خاصة في الأعلام وفي مواقع الاتصال الاجتماعي بهي أحنا في كل حالات جزء بعد الفاصل سمحمد علي وهذه كانت مصافحة أولى هات نمشي لما يروج من من اتهامات ولا شبهات حول الشركة واللي قاعد يتقالب قوة يولي عنده أهمية كيتقالب عند الناس كانت موجودة في لجنة التحقيق البرلمانية وقد يتقال ما عنده أصوات نتع صحفين أحنا خلنا نرجع للناس اللي تكلمت واللي هي عندها صفة للكلينة أستاذ محمد علي غريب ممثل شركة سيفاكس أرنايز محامي شركة سيفاكس أرنايز ليس بممثل نقوله ممثل قانوني لا لذلك كيف هو موج داخل الشركة والذلك هو محامي شركة سيفاكس أرنايز ومحمد فريخة اليوم في القضية هذه نمشي وتوى للصندي نمشي للرسم الرسم يقول أنه بعض الأصوات اللي موجودة داخل لجنة التحقيق البرلمانية اللي صارت ما بين 14-19 واللي اللجنة البرلمانية هذية تقول في الشبكة التسفير كان فما فاعل اسمه سيفاكس أرنايز وأنه الفاعل هذية تخل مديره للسياسة مع حركة النهضة وخلط للبرلمان بفعل حركة النهضة وترشحها له على أحد القائمات على رأسها يخلط للبرلمان وهذا مكنه من تسهيلات من عند حركة النهضة التسهيلات هذه مكنت من أنه سيفاكس أرنايز تاخل إقلاعها كشريكة وهذا يخليه ردفابل خليه هو عنده دين لحركة النهضة وهو الدين هذية أنه يكون مشارك في عمليات التسهيل هذا اليوم أشي يتقال من عنده يتقال ومن يجب يقول يحبه لكن القضاء مش يبحث فيه أنه شركة سيفاكس أرنايز وسيمو حامد فريخة دخلوا للسياسة ومعض ما دخلوا للسياسة تحصلوا على انتيازات وترحلوا عليهم انتيازات من بعد للإجابات ساعة الكادر جنيرال هذا كسؤال عام ساعة أولا أنا في بلاستيك نحتاط برشة من كل ما هو تحقيق برلماني لأنه التحقيق اللي يخرج من يد القضاء بيش يكون تحقيق مواجه في البرلمان بيش يكون عنده أحبابنا أمكارهنا سبغة سياسية سبغة سياسية خسارة خسارة كبيرة في بلدين أخرى في العالم ديمقاراتيين التي تحترم نفسها نعتيك مثال من أضعف ومن أضعف التحقيقات اللي تمت اللي تمت في ملف الياس الفغفاخ وكانت تحقيقات برلمانية وانتهت منهم واحدة قضية ما زالت انتهت بالحفظ على مستوى التحقيق ودير ثلاثة ولذا أنا لا ما نعتيش مصدقية كبيرة برشة للتحقيقات اللي تعملها في البرلمان تعتبر أنه فيه برشة انتباعية وحسابات سياسية وسطحية وسطحية قبل ما نأخذ القضاء محمد فريخة أولا ساعة ما تخلش الحركة النظر رشحها على قائمة من حركة النظر ومن يشف تدخل فيه الاعتبارات هذية والفرق بينهم وعندك ألف حق وقد يكون هذا خطأ ارتكبه على المستوى استراتيجي ولكن راهو تخلي حركة النظر 2014 التسفير الذي يليم على محمد فريخة راهو من 2012 إلى 2014 وفاء ولذا بش نقوله أنه تخلي حركة المهضة بش يخليه يسفر الناس هذه مسألة لا تستقيم منطقا بغض النظر على أنها لا تستقيم من حيث الوقايع يليسراه ونعود لك التسفير يفتارض أنه فما على مستوى الإدارات وزارة المالية الديوانة وزارة الداخلية شرطة الحدود والأجانب تونيسير هندلينج التي تتولى كذلك تسجيل وترسيم المسافرين بش يخلطوا للباب متع الطيارة الحاجة هذه راهو إذا كان هذه موجودة هذه فيها رأي مئات الأشخاص وإذا كان أنت حقا تحب تبحث فيها في رأينا يجبك تبحث من لوتا ثم تخلط الفوق وليس العكس شما أنت عملت إذا كان فما أنريزو جيب لي أسامي أعوان الأمن اللي خليه ساعة أولا تكونوا التيروريست من هو ما يجبك تجيب لي واحد يجب لي برشة ثم تجيب لي ما يثبت اللي الناس هذوما شاركوا في سوريا ثم تجيب لي ما يثبت اللي الناس هذوما كي سافروا سافروا وتعداوا ومشاوا وعداوا الشرطة الأول والثالثة والديوانة الأول والديوانة الثانية وأنوا عداوا في البقاج متاحهم يا أما حاجات مشبوهة هذه كله غير موجود إطلاقا في الميلة في نقطة أخرى نزيدها أنا للسيد المستمعين رأنا بغض النظر على التهم منتع الارهاب رأنا في مادة الجزائية وفي المادة الجزائية راهي المسئولية شخصية ما معنتها معنتها راهي كل إنسان مبدئيا مسئول على أفعاله عنها كلمة تسفير راهي تفترض أنه الأشخاص هذوم ناس قصر عادمي مسلوبي الإرادة هذا كله موش سهل نجم تقوله في لجنة التحقيق برلمانية نجم تقوله في الإعلام نجم تقوله في ديسكوسيون ديسالون ولا في قهوة ولكن أمام القضاء راهي اللغة تتبدل وتولي لغة الحجة الحجة الدامغة في المادة الجزائية لغة الحجة والحجة الدامغة نعود راهنا مازلنا في البحث الابتدائي نشوفه كيف يتم التعامل مع الملف لكن اللي يسمع هكذا سيد أسي محمد علي يقول يا أخي ظلم كبير هذا لكن اليوم كان نرجعه لألفين واثناش وكان نرجعه مثلا لطائرة مسادرة لسخر الماتري اليوم ليلة شتاوي تقول سيفاكس إيرلاينز كانت ستكون شركة جهوية وليس وطنية وكان من المفروض أن تخرج من تينا سفيقس أكاهاو وأنه من بعد بدخول فريخة لسي محمد فريخة للنهضة تصبح مع ذلك منافس للخطوط التونسية كما أنه السيد محمد فريخة دونكو تخرج من تونس تحصل قرض من البنك الوطني الفلاحي لشراء تقارة سخر الماتري المصادرة سنة 2012 لحقيقة سمحني سي محمد علي اللي سألها يسأل كيفاش في الامبيونس هذيك نجي أنا عام ربعتاش ناخو قرض من بنك تونسي باش نشري طائرة مصادرة وهذا تقال عليه أنه صارت تسهيلات غريبة لسي محمد فريخ تواصل عبالك تسمعني أنا سمعك بتباعة الحال مرحبا سعا أولا ما هي الشركة الجهوية اللي أنا كي تكونت تكونت وعندها 30 وجهة منهم أول رحلة مباشرة من تونس الموريال ولذا غالط أنك تقول الشركة هذية تكونت بالعكس الشركة هذية تكونت بطموحات كبيرة في إطار مناخ اللي جاء بعد الثورة اللي هو مناخ حرية المبادرة هو كان قاعد فاسي محمد مشاش للنهضرة وخير قاعد في حرية المبادرة معك ناخلتوا النقطة الثانية الفاميو فالكون شوف الطيارة هذية هي ملك شركة برانسيس شركة برانسيس اشتر نصف رأس المال المتاحة يطبع في سخر المعتري بعد الثورة تمت مصادرة نصف رأس المال هذا الطيارة اللي ما تتيرش سو دي بريسي اي صحيح حي تحصومها اي صحيح ولذا بادرت وزارة المالي وزارة تملك الدو بعرضها للبيع جاء وحد امريكان اعتاصوا محمد فريخة قال علش ما تاخذهش سيفاكس اي زاد علي وافقت الدول وبيعت هلو تقول لي انتي كيفاش شرح عني يجيك لا نقولك انا كيفاش اخذ القرض من البنك العمومي سيرتو عني يجيك لا 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 سؤال البنك العمومي انتي قاعد تطرح فيه سؤال في رأيي يعني هزنة الاثنية اكثر اهمية البنك العمومي راهي الدولة اختارت انها تمارس نشاط البنك والبنك قبل كل شي هو تاجر وربحي سنة تاجر ويجازف اما تواني رجالك كيف سارت العملية 30% من المبلغ فون بروبر امتع شركة سيفاكس 70% قرض وش اعطات سيفاكس اعطات الطيارة نفسها كجارانتي ولذا اللي هي سومها يجاوز القرض وقد ما تمشي قد ما سومها يطلع ولذا العملية هذية اللي ناس تعتبر انها تسهيلات 70% من رأس الميل راهي عملية تكايد تكون يومية في كل القرضات المباشرة ولا القروفات اللي متعلقة إما بالسيارات ولا بالحافلات ولا بكل وسائل النقل هذا هو نعم تقولي انتي ليه رأي اعطاتها بنكة دولية نقوليك صحيح بنكة دولية عموية 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 البيانات رأي عموية الدولة اختارت انها تكون عندها في البيانات وتكون في الاستبياء وتكون في بنوك اخرى ولذا الدولة ما تنجمش هي كذلك تقوليك انا باش ندخل ونشارك في السكتور بنكير ولكن نجو نكوخ با لغيسك لكن هذا مش مش يمنع عاصي محمد علي كان تسمح انه سلطات القضائية اليوم اذا كان تعتبر انه فما شبها متع تمويل تحن لنكات متاحها وتشوف كيفاش صارت عملية التفويت في تقارد ساخر الماطري هذا مش فهم سمحني سيليس ما فهمتش بالضبط شبها ايش شبها انه مثلا بتعرفها ههي تتسمى وانه يكون انا عندي قرب من سلطة سياسية يمكنني من تسهيلات من ان يناخو قرض من عند البنك الفلاني هذا اللي قاعد يصير وهذا اللي قاعد يتلام على سفريخة هو ممكن ياسر يتحطي الدوسي على الطاولة زيارة صارت مؤخرا من رئيس الجمهورية الى البنك الفلاحي يقال ويقول رئيس الجمهورية له هز في ديه دوسيات منعرش انا ينجم يكون فيهم دوسي شريان الفالكون متاع ساخر الماطري وانه لا قال الفرنساوي انا محضرتش معاه هو حتى نزل بقال نجم نجيه وبك شوف احنا مستعدين مبينوا كل الحقيقة في الملف هذي الانسان اللي يدعي انه البنك الوطني الفلاحي راهوا اعطاه قرض محقوش اعطاه لا لشي الا لانه موقعش استخلاص جزء من الدين راهي اقل ما يقال انها تكون بيش تكون تهمة ضعيفة لانه هذا يعني اللي يراه البنك الدولية ما فيهيه سيرفيس كونتونسيو وما فيهيه سيرفيس كونتونسيو انتوكا في كل الحالات سيمو حمد عليك ان تسمح المشكلة زادة هو انه البعض يعتبر انه الفالكون هذا من بعد تحط على ذمة رئيس حزب سياسي معروف تحط على ذمة رئيس حزب سياسي معروف وتحط على ذمة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي وتحط على ذمة شخصيات اخرين طلعت فيه ومشت فيه اللي باجي قائد السبسي الله يرحم ومشا فيه اعتقد يظلي الفرنسا ولا دافوس ولا سويسا لا لا مش صحيح اذا كان حبو نعطيه ونحب نردوه وتحط على ذمة انا نقولها رو ما عنديش اشكال على ذمة رجل الغنوشي روالت تحط على ذمة بارش شخصيات وستعملته بارش شخصيات وتحط بقول لك حاجة ليس توا اليوم سيمو حمد علي احنا في علاقة بالممارسات الفضلة انا عندي فاتورة انه رجل الغنوشي كراها الفالكون لغية توا اليوم هاو شي سير سيمو حمد علي اللي سير هو انتباع انه احنا ازاء ضايع نحكي وما بعضنا وما بعد تنقضى يبط في هذا الكل الضايع هذي اشتعتي سيد اخويا ايجا عندي نحطك على راس قايمة تطلع على راس القايمة تدخل للبرلمان بعد ما تدخل البرلمان يا اخويا انتي شريت طيارة واخذيت قرد اي مسال ما بعدنا نعطيك الطيارة امشي بها لدافوس ولا امشي بها المصر ولا امشي بها لإسطنبول مالحقيقة هذا الكل يعطي ريحة ماش حلوة برشة للجمهورية التنسية بالنسبة لي اينا شو فيها نقولك تقول لي ظروف اللي اعتاوا فيها القرض فيها وعليها نجاوبك وقولك بالنسبة لي انا مسألة عادية واول انسان يتساءل عليها ما هو شي محمد افريقا وهي البنك هذه حاجة حاجة ثانية تقول لي انتي اللي شكون مشاه فيها طيارة هذية تقول لي مشاه فيها زايد ولا مشاه فيها عمر نقولك هي جعلت لذلك تقول لي انتي لذلك وقت اللي خلص سي محمد علي وقت اللي خلص نجمان اليوم جا قولك فما فتورة وان فماش فتورة هاني جايك وقت اللي انتي جيني انا الدولة تنسية وتقول لي انا راني الطائرة الرئاسية متاع اللي بشي يتلع فيها الباجي قايد السبسي راية معطلة نجمشي تعطينا الطائرة متاعك نعطيهم الطائرة متاعك نحب ندخل هذه تعشي تسمى ناوية سيتان بروسيدان تسمى ناوية انا بالتبيعة انا انا نجي نقول هذي اراه مقابل كذا ومقابل كذا ياما نثبت ونعود لك خلي نكمل لك ياما نثبت كلامي وقتها القضايخ ومجرأة ولا ما نثبتش كلامي وقتها بشي نتيح في الكالومني صحيح صحيح ولا هذك كالومني ولت مختر اللي يميت ايه الكالومني ولت مختر اللي يميت وعندها قانونها والثلب مختر منذ البداية احنا قاعدين نقولوا لي هذا الكل حقيقة ينجم يكون فيه حتى جانب اخلاقي ولا غالب امامنا دوسي شوف انا ما نحبش نحكي على شوف انا اتفادى عادة الحديث عن الاخلاق لانها مسألة ذاتية ومتغيرة انا نحكي كمحامي على القانون وعلى الاثبات كان التقاء بالاخلاق بها ونعم ما كان منتقاشت متفهمين متفهمين لكن انا مانش نحكي على الاخلاق الشخصية انا نحكي على الادارة وقت اللي انا نلقى الشركة متاعي فالسا في 2015 وترسلي نعمل في الريستركتوراسيون ونخرج للبرسونيل نجم نتسائل علش عام قبل انا طلعت رئيس في الطيارة الي اذا كان ما فمش اذا كان ما فمش ما فمش فاتورة ولذا ما كتاب اسم محمد علي احنا نحكي على الكنتكست الكل شنو لي طالبين ممكن يسر طالبين انه حتى حد ما يجي غدوة في الهياب يخزر المواطن تونسي يقولوا بك وعليك ولا يقولوا عليك كذا ولا عليك كذا معنى نوع من الممارسات الفضلة بو معنى ممارسات الفضلة هذي في سيفاك صارت مصارتش حكاية اخرى حكاية اخرى اولا كما قلت لك ساعة يقعد الموضوع خاضع للإثبات ينجم يكون كذلك المفيد انها لم تخصص لحزب ما او لحركة ما وانه تمتعت بها الناس الكل نجم يقول لك انا شوف عليش قلت لك انا قبيلة رأي مسألة الاخلاق والانتباع رأي امور ذاتية نجم يقول لك انا سيدي هذي اعطاها في اطار مساهمة منه باش الدولة التونسية تخرج بصورة ليقة في دافوس وكان ذلك بطلب منه نجم معناه المسألة يا ليس كي ندخلوا في الحكاية هذو ما شو ندخلوا في الانتباع والانتباع يا ليس والانتباع على غاية من الخطورة في المساء للقضائي الان تقريبا باش نختموا ما هو مصير المصير اللي هي تنقول ملف قضائيا القانون الشيقول باش يتم الاستماع لسي محمد هكا ولا وانبعد باش اولا ساعة اليوم باش توفى اجال الاحتفاظ بالنسبة لسي محمد فريخة وانبعد ملف باش يتواجه للنيابة العمومية والنيابة العمومية هي اللي باش تواجه تنجم تحفظ نجم تواجه التهم تنجم تفتح تحقيق وتحقيق وجوبه ولا محالة في المادة هذية ونحن في انتظار انه يتم الاجراء هذية والدفاع على مناوب اليوم شو الاجابة على ما سمعناه من عند ما يقدم على انهم عمل قدم والمضيفين قدم كانوا اعتبروا نفهم تعليمات تعليمات لتغيير الهندام تعليمات اللي هذا شنو الدعاء السفر شنو الاجابة عليه اليوم عن سيفاكس والله الاجابة خرجت في بيان رسمي خرجت في بيان رسمي وحقيقة معنا انت هذية اشياء هذية مسائل نقول هالك ليس بكل تجرد تافه الى ابعد درجة اولا ثم هو من وقتاش مثلا المضيفة تلوج البقاج غالط اثنين انسان مجهول المصدر مجهولة الهوية يجي يشهد ثلاثة انسان عنده مشاكل اقبل سابقة معه شه اسمها معه سيفاكس ومعه هذا جاي واعطاه شهد تحق وقال لا ارى ومش صحيح هذه الحكاية كلها ان شاء الله اذا كان قاعدت على مستوى الايشاعات صحة وفرحة ولكن يتولي انسان في حال تحتفاظ على حكاية كمنا كيه واحد يتسائل في كل حالات الملف للمتابعة خليك كلمة الختامة سي محمد علي احنا نقبلوك لهنا الحقيقة بكل رحة بتصدر بتحاول نفهم مبعضنا المواضيع مع العلم انه القضاء حر القضاء مستقل القضاء سيادي غدوة في الايام الملف فتا يتم التعامل معه احنا اليوم عنا مشكلة شوية في انه القضاء هذا ما يتكلمش وصامت ولذا في اخر المطاف ما رح بابزي محمد علي اليوم يدافع على على منوبه ويوضح شوية اشفامش ما فماش على حد تقديره هو داخل الملف لكن احنا في الاثناء راو معا حتى ادنى قدرة انه قدموا لكم شهادات والرسمية جي من عند السلطة القضائية اللي في كل مرة ستحتمي ورا فكرة انه سرية التحقيق وغيره بواسرية التحقيق حان الوقت انه القضاء التونسي يفهم اللي هو زادة ما المفروض يكون عنده نطقي رسميين ما المفروض انه يكون فما امكانية الولوج الى الجزء من الشبهات مش نعرفوا مش نقوله للسادة المستمعين خاصة انه احنا الان ازاء قضايا رائعة معاك ومش معاك معاك في انه موضوع هذي سرية الابحاث انا اولا ساعة لا ارى في مجلة الجزائية حتى التهمة الوحيدة الموجودة هي انه ممنوعة لنا باش نخرجوا لبرة المحاضر ونتبعها معقول هذا بقاح سرية البحث حذيتها كجريمة هي غير موجودة اثنين القضاء راه نحترم انا نحترم صمته في بعض الاحيان لانه نحب يبحث ويصدر قرارات في هدوء سكينة واعتقد انه هذي الميزة متاع القضاء بصفة عامة في العالم اجمع وان شاء الله يحافظ عليها وان شاء الله المفيد انه ما يتأثرش بما يقال ميزة سيمو حمدها اللي كانت تسمح كانت عندها وقعة كبيرة وجدوى كبيرة وقيمة كبيرة في عديد البلدين لكن فما دي زافير اللي كما لافير جريجوري في فرنسا والا دوتر زافير اللي خلاوا اللي خلاوا فما مطلب من عند الرأي العام اللي معرفت جزء من تطور القضاء وهذا يظهرني يا ليس عندك الف حق ولكن ما تنساش انه حرية التعبير في تونس مزلت جديدة ومزلت عندها برشة معارك وانا نتمنى انه حرية التعبير تربح المعركة شكرا لك بركة لو فيك سي محمد علي غري محمد محمد شاركت سيفاكس ايرلاين